أقدر أقول لك السباء الرئاسي انطلق وبقوة وبعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة لازم نسأل السؤال إيه هي أهم الضوابط وما بين قصين والمحظورات الدعائية في الانتخابات الرئاسية خير من يحدثنا طبعا أقول إيه بس يعني أنا أتشرف بأن أنا أقول صديق وأخ أكبر سادة اللواء الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ويعني عشرة طويلة منورنا يا دكتور إزاي حضرتك إزاي الصحة دحنا أكتر والله يعني سبحان الله النهاردة تبقى الحلقة والنهاردة الرئيس يقدم الأوراق الحمد لله هبدأ الأول بأهم الضوابط بتاعت الانتخابات ممكن تسمح لي يا أستاذ يوسف أرجوك وإحنا في نشوة احتفالات الزكرة الخمسين لانتصارات أكتوبر أنا بوجه للسيد الرئيس الجمهورية شخصيا يعني كامل التهنئة والفخر بهذا النصر العظيم وبقول لي سيادته إحنا بنستدعي دايما انتصارات أكتوبر عشان نكمل المشوار صح لا بد أن إحنا نستخدم هذا في دعم واستكمال المشوار وهو اللي قاله هكذا فأنا بقول لي سيادته بإذن الله بإذن الله المشوار حيكمل وعلى أكمل وجه بأمر الله سبحانه وتعالى وكل توفيق بإذن الله الضوابط الضوابط العملية الانتخابية العملية الانتخابية دايماً يا أستاذ يوسف لما بنقول وسائل مساهمة الشعب في السلطة ممكن الشعب يقول لك أنا مالي وما للسلطة أنا مالي وما للحاكم هو أنا بختاره أو أنا مش بختاره أنا مالي وما للمجلس نواب أنا مالي وما للمجلس شيوخ أنا مالي وما للمجال الشعبية محلية لا ده أول وسيلة من وسائل مساهمة الشعب في السلطة الاشتراك في الانتخابات سواء ناخب أو مرشح حل وبالتالي عندنا أنواح كثيرة من الانتخابات إحنا في ظل انتخابات رئاسية انتخابات رئاسية المعاد بدأ للتقدم من 5 إلى 14 أكتوبر واليوم تقدم السيد عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات وزي ما بنقول هنفرق بين السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيد عبدالفتاح السيسي المرشح المرشح أحسنت القول وبالتالي اليوم تقدم سيادته طيب الدعاية الانتخابية والمحظورات وما إلى ذلك وممكن ناس تتقدم تاني خلال لغاية 14 أكتوبر وأنا متوقع أن اللي مقدموش بيستكملوا الكشف الطبي البعض بيستكمل بعض تسكيت بعض عضاء مجلس النواب البعض بيحاول الحصول على توكيلات وهكذا السيد رئيس الجمهورية النهاردة في تدشين الحملة الانتخابية اللي سيادته أنا بقول للشعب المصري بكل فخر حصد حصل على تسكية 424 عضو مجلس نواب كان كفاية لا ده حصل على تأييد مليون ومية وثلاثين ألف ومية وخمسة من المواطنين المصريين في محافظات الجمهورية أعلاهم الكاهرة والجيزة وأقلهم عشان بعيدة وعشان عدد السكان قليل الوادي الجديد وأعلى نسبة ترشيح أو تأييد جات لسيادته من الشباب اللي تحت 35 سنة وده رقم لافت لافت ولما نقول للشباب زيما أنت بتقول سيادتك رقم لافت إنه للشباب اللي قل من 35 سنة وده سن الشباب اللي تقلع عليه في الدستور اللي الدستور حدده ده دليل إيه؟ إن الشباب واعي وماضج وعايز يبني بلده وعايز يكمل المشوار ومش حكاية أمن وأمان فقط حكاية اقتصاد وحكاية سياسة وحكاية أزمات بيئية وحاجات كثيرة ومشكلات عديدة ومتنوعة ومختلفة وفي كل الجبهات الشباب عايز يكمل المشوار فأعطى هذا التأييد بهذا الكام يعني من المليون 130 ألف أستاذ يوسف 105 الشباب تقريبا 70% وده رقم كبير طيب حيتم لغاية 14 أكتوبر وبعدين يتم إعلان القائمة الأولية وبعد اللي هي المبدئية وبعدين القائمة النهائية ثم تبدأ الانتخابات في التصويت المصريين في الخارج 1 و 2 و 3 ديسمبر و 10 و 11 و 12 ديسمبر في داخل الجمهورية حلو كويس من إمتى الدعاية الانتخابية تبدأ من يوم إعلان القائمة النهائية ومفيش طعم عليها خلاص يعد منتهي يوم 9 نوفمبر طب حد ممكن من المرشحين يسحب الترشيح بتاعه مثلا يقول أنا مش هكسب أنا حاسس أننا مفيش ناس كتير مش هتأيدني وما إلى ذلك هل يقدر؟ آه بس آخر معاد 8 نوفمبر يبقى لو ما تنزلش أو سحب الترشيح بتاعه 8 نوفمبر يبقى هو خلاص جزء من السباق الرئاسي خلاص جزء من المارثون الرئاسي من السباق الرئاسي أو ما يطلق عليها وأنا ما بحبش المصطلح ده بس أقوله المعركة الانتخابية أنا ما بحبش المصطلح ده مش وبالتالي يبدأ السباق الرئاسي من 9 نوفمبر دعاية انتخابية الدعاية الانتخابية بكل ما يمكن أن تتصوره بس معدى بحض الممنوعات والمحذرات وعليها عقاب قانوني بنص القانون طيب أولاً إيه هي الدعاية؟